اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان النظرة الجديدة لدور دول مجلس التعاون في المنظومة السياسية العالمية تعد تطورا ايجابيا يعكس صدى وفعالية جهود دول المجلس في المشهدين الامني والاقتصادي العالميين ونوه سموه خلال استقباله بقصر قضيبية اليوم لعدد من المسؤولين بالمملكة بان مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه مختلف القضايا وما حققته من نهضة وتطورا تنمويا واقتصادي اهلها للمكانة التي تستحقها بين الدول واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان الارتقاء بالعلاقات البحرينية مع الدول الشقيقة والصديقة وتقويتها عبر الزيارات المتبادلة يدعم توجهات مملكة البحرين نحو تأسيس قاعدة تعاون صلبة مع المحيط الاقليمي والدولي بالشكل الذي يعزز من القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والعالمية واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي حيث نوه سموه بدور مؤسسات المجتمع المدني وباهميتها في رفض جهود الحكومة في الارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف المجالات فيما اشهد سموه كذلك بالدور الذي تطلع به المؤسسات التعليمية في تهيئة الكوادر الوطنية وفي اعدادها تعليما وتدريبا لتكون احد ركائز مسيرة التنمية في المملكة وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى ما تمتلكه مملكة البحرين من ارث حضاري وثقافي واكد سموه على اهمية الاعتناء بتوثيق هذا الارث وتوصيله للاجيال جيلا بعد جيل لانه يحكي قصص نجاح رجال الاوائل وما قدموه من بذل وعطاء في سبيل الوطن ورفعته وهي دروس وعبر ترتقي ان تكون بواحث لخدمة الوطن وبناء نهضته ترجمة نانسي قنقر